خليل نروح بقى لسؤال تاني ويخصه مباراة الأهلي والإسماعيلي تساؤل ناس سألك كتير جداً هو ليه حمدي فتحي مش عمر السلاي ايوا ليه حمدي فتحي مش عمر السلاي نجيب في لقطة في الدقيقة حاجة وعشرين ليه حمدي فتحي موجودة الضغط بتاع حمدي فتحي وهقولك وهات اللقطة وسبتهالي سبتهالي على حمدي موجود فيه بعد ما الكرة تمشي مشي بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا بس بس حمدي فتحي موجود فيهنا كريم في تلت الملعب الأول لفرقة الإسماعيلي ده لعيب مركز ثماني اللي هو مفروض بيلعب مكان عمر السلاي طب هو ليه بيحطه هنا أنا هنا دي كمسالك كرة دي قررت أربع مرات في المباراة طب ليه بيعملها مارسي الكولر عنده اتنين بيحط اليوت يونج هنا سكرين يقفل على الأربعة دول عشان يأمنه وعمل دوره بإتقان شديد جداً وعندي هنا ثلاثي تحت رأس حربة وحيد حمدي لعيب هنا اللعيب ده مين حمدي فتحي طب ليه حمدي مش عمر السلاي لأن مارسي الكولر بيراهن على اللعب المباشر يعني إيه لعبه مباشر يعني عاوز يستعيد الكرة بأقصى سرعة ممكنة الورك ريت بتاع حمدي أعلى من عمر السلاي وهنا هنقول إيه اللي تأثر بالأهلي وإيه مشاكل للأهلي اللي نتكد عن القرار ده فهنا مارسي الكولر قرر إنه يشتغل بحمدي فتحي ويعمل الضغط العكسي هنا وهنا في المنطقتين دول عشان سرعة استعادة الكرة ووراء على طول هتلاقيهم الاتنين دجانل فوق بعض الاتنين فوق بعض ما بيلعبوش جنب بعض اليو ديانج وحمدي فتحي الاتنين بيلعبو فوق بعض علشان كده مارسي الكولر بيلعب بحمدي عشان الورك ريت بتاع حمدي أسرع عايز يستعيد الكرة بسرعة عايز يفضل طول الوقت الكرة معاه ترجمة نانسي قنقر